السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب عاملين ايه? رب تكونوا بخير. آآ ان شاء الله النهاردة هنبدأ بمادة القانون الجنائي. النهاردة ان شاء الله انا بدأت اشرح على الورقة هو. وهحاول اخد جزء من كل مادة. وان شاء الله في ايام الامتحانات هاخد الجزء الباقي على قد ما اقدر. تمام? ما تسمى حدش اعتمد على الكلام ده. عشان انا ممكن اوقف في اي لاحظة لان المنهك كبير والوقت قليل قوي. والمحاضرات كتير جدا وبتتاخد. فانا احاول اعمل اللي انا اقدر عليه. والله انا بدأت المذاكرة بدأت اشرح علشان قلت بالمرة هراجع وبالمرة الناس اللي بتكلمني علشان الشرح والكلام ده انزل لها بالمرة. وانا السنة الترم ده معلش مش هقدر انزل فيديو زي ما انا كنت بنزل نص انا ونص الورق. علشان انا ولا فيه وقت اعمل الكلام ده ولا فيه وقت للرفع ولا النقف ولا الكلام ده كله. تمام? فهحاول اشرح الورقة زي الترم الاول في سنة اولى. تمام? هحاول ازبط الدنيا زي ما كنت بعمل وان شاء الله تمشي والدنيا تبقى تمام. خلاص? هنبدأ النهاردة بمادة القانون الجنائي. تمام? اللي عايزة ادخل جروب الواطس زي ما احنا اتفقنا. جروب الواطس تحت رقم حسام او رقمي. هتخش تديره اي اثبات ان انت من فرقة تانية وعدخلك الجروب. الجروب ده ان شاء الله هيبقى لكفة السنين الاربعة لحد ده ما انا خلص. وهبقى امسح الجروب ده او لو انتوا عايزين تكمله فيه تمام ما فيش اي مشكلة. الفيديوهات دي اصلا انا عاملها بغرض المساعدة. تمام? اه اول حاجة في القانون الايداء الجنائي قانون الجنائي ده جماعة احنا بندرس فيه جزء بتاع قانون العقوبات. يعني العقاب بامتى نعاقب ده وامتى ما نعاقبهوش. تمام? والحاجات دي كلها. اي حاجة بخصوص القانون العقوبات اللي هي في القانون الجنائي. بندرس قسم من القانون الجنائي كله. فيه لسة اجراءات والكلام ده احنا بندرس القانون العقوبات دي في القانون الجنائي. حلو? يعني احنا بندرس الجزء. اول حاجة هندأ بيها هي مبدأ الاقليمية. مبدأ الاقليمية اولا معنى مبدأ الاقليمية ومبرراتها. تمام? هنعرف يعني ايه مبدأ الاقليمية ونعرف ايه المبررات بتاعة مبدأ الاقليمية. يقصد بمبدأ الاقليمية تطبيق القانون الجنائي الوطني. ان احنا نطبق قانون الجنائي التاعنا الوطني يا جماعة. اللي هو مسلا واحد ارتكم جريمة السرقة فهيتعاقب مسلا للحبس تلات سنين. واحد مسلا ارتكب جريمة الاتل فهيحصل له اعدام او مسلا خمسة عشرين سنة مؤبد. تمام? او مسلا مشدقة على حسب الجريمة اللي عملها هياخد عقوبة. اللي هي القانون الجنائي الوطني. فيبقصد بمبدأ الاقليمية ده ان احنا هنطبق القانون الجنائي المصري القانون بتاعنا اللي هو الجنائي الوطني على كافة الجرائم المرتكبة على اقليم الدولة. ركز في الحيطة دي كويس. بيقول لك ان مبدأ الاقليمية معناه ايه? معناه ان انا هطبق اي قانون الجنائي الوطني بتاعي على كافة الجرائم المرتكبة في اقليم الدولة بصرف النظر عن جنسية الجاني او المجني عليه. يعني انا ولا بيهم من جنسية الجاني ايه ولا المجني عليه? لا انا بطبق قانوني الجنائي الوطني على كافة الجرائم المرتكبة على اقليمي. يعني مثلا واحد امريكاني قتل واحد مصري في على مصر. هل كده يتعاقب به القانون بتاعهم? لا هيتعاقب بقانون الجنائي الوطني. يعني عندنا سياسة اسمها مادة الاقليمية. مبدأ الاقليمية دي بتقولك ان احنا بنطبق القانون الجنائي الوطني على كافة الجرائم اللي بتحصل على اقليم دولتنا. لان دي جماعة فيها سيادة للدولة. تمام? سواء كان وطنيا او اجنبيا. فالمبدأ الاقليمي ازا شقا. شق ايجابي وشق سلبي. معنى ايه الكلام ده كله? سهل جدا يا جماعة. اول حاجة قلنا ان مبدأ الاقليمية ده معنى ايه? ان احنا بنطبق القانون بالجنائي بتاعنا الوطني على كافة الجرائم المرتكبة على اقليم الدولة المصري. تمام? سواء الشخص ده وطني مصري او اجنبي امريكاني اي دولة تانية. اجنبي معناه انه غير وطني. اللي هو غير مصري. تمام? لو احنا بنطبق مسلا المسال ده على مصر. فبيقول لك فيه شقين في المبدأ ده. اول حاجة في حاجة اسمها شق ايجابي تاني حاجة فيها شق سلبي. اول حاجة الشق الايجابي هو وجوب تطبيق القانون الجنائي على كل جريمة تقع في اقليم الدولة. بيقول لك ايه? الشق الايجابي اللي عندنا في المبدأ ده? ان لازم يتطبق اي لازم يتطبق القانون الجنائي على اي حد على اقليم الدولة. اما الشق السلبي بيقول لك عدم تطبيق. عدم تطبيق القانون الجنائي الوطني خارج اقليم الدولة. يعني ده خاص بس باقليم الدولة. مالوش دعوة بيه برة. فده الشق السلبي ان احنا ما نقدرش نطبق القانون الجنائي على اي حد خارج الوطن اللي هو خارج الاقليم. اما الشق الايجابي اللي انا اطبق اي قانون الجنائي على اي حاجة تحصل فيه اقليم الدولة. وبيقول لك بقى المبدأ الاقليمية مبررات. وخلاص عرفنا معناه انه عرفنا معناه والشقين بتاعه. تعال دلوقتي نعرف ايه المبدأ بتاع الاقليمية. اول حاجة مظهر مما ظاهر ممارسة الدولة لسيادتها الوطنية. فتطبيق تطبيق قانون جنائي اخر على اقليم الدولة ينقص من سيادتها. بيقول لك المبررات بتاعته اول مبرر ليه المادة الاقليمية ان ده يا جماعة بيقول لك ان ده مظهر من مظهر السيادة. يعني ايه? يعني ما ينفعش يا جماعة واحد امريكاني يجي يرتكب جريمة في مصر وطبق عليه القانون بتاعه. القانون الامريكاني في مصر. كده انا بقلل سيادة الدولة. فده اول مبرر انه ده هيقلل من سيادة الدولة. عشان كده بنطبق القانون الجنائي على اي حد في دولة مصر. تمام? احنا هنحط المسال على مصر عشان مش ده بيبقى في شرح تفصيل كل حاجة. بس انا بقول مثال على مصر في الحاجة دي عشان تفهمه. تمام? دي اول حاجة ان ده هينقص من سيادتها تمام. تاني حاجة. اه في نزايا العالمية لان مكان وقوع الجريمة هو انسب مكان لمحاكمة المتهم لتوفر ادلة الاسبات والشهود. طبعا يا جماعة بيقول لك تاني حاجة ليه انطبق القانون الجنائي المصري? ليه يتطبق في الاقليم نفسه? ده جماعة لما انطبق القانون الجنائي المصري اول حاجة هيبقى سهل. ليه? لان الادلة والاسبتات وكل الكلام ده في مصر. ما ينفعش يتطبق عليه القانون بتاعه التاني. تمام? تاني حاجة دي. تالت حاجة فان محاكمة المتهم في الاقليم الذي ارتكب في الجريمة يحقق الرضع العام. يعني ايه? يعني يا جماعة لما واحد يقتل واحد قدام واحد امريكي مسلا اتل واحد في مصر هنا. تمام? الناس هتقول مع اي واحد بقى مع الجنسية هيجي يقتل هنا ويروح بقى يتعاقب في الاقليم ولو يتعاقب اصلا. تمام? كده مش هيحقق الرضع. لكن لما هنا يتحاكم بالقانون الجناء طبع مصر على الاقليم بتاعها المادة الاقليمي. فهنا كده هيحقق الرضع العام. الناس كلها هتخاف تعمل الجريمة دي. تمام? فائدة للمتهم نفسه والقضاء فالمتهم من مصلحته ان يحاكم وفقا لقانون الدولة الذي يفترض علمه به بحكم مكان وقوع جريمته. والقضاء يطبقان قانون الدولة الذي يعرفونه. يعني ايه الكلام ده جماعة? يعني بيقول لك ان ده ليه فائدة للمتهم لانه يا جماعة المتهم افيد له ان هو يتحاكم بالقانون الدولة المصري. لانه عارف انه لو ارتكب جريمة مصر القتل مسلا هياخد كزا سنة. مش مسلا هتبقى مدى الحياة. او مسلا مش هتبقى اعدام. فعلى حسب يا جماعة بيقول لك هنا ده بيبقى افيد للمتهم. خلاص عرفنا الاربع مبارنات. اول حاجة ان ده بينقص من سيادة الدولة. تاني حاجة ان ده آآ مكان وقوع الجريمة فالانسب ليه الادلة والاسبات. فده هيبقى الادلة والاسباتات هتبقى احسن فلازم يتحاكم بقانون الجنائي للدولة. تمام? آآ بحق الرضع العام احسن للمتهم. تمام? عرفنا الاربع حاجات. عرفنا ايه مبدأ الاقليمية? وعرفنا ايه الاربع حاجات. تعالى بقى نشوف تطبيق مادة الاقليمية. هنطبق مبدأ الاقليمية ازاي? يصير تطبيق مبدأ الاقليمية مسألتين. على جانب كبير من الاهمية. وهما تحديد المقصود باقليم الدولة. تمام? هنحدد ايه المقصود باقليم الدولة. ونحدد كمان مكان وقوع الجريمة. اول حاجة تحديد المقصود باقليم الدولة. الاقليم الفعلي للدولة يشمل حاجتين. او طال لا الاقليم الفعلي للدولة. ايه اللي يقصد باقليم للدولة? انت عارف ان الاقليم مصر موجود. اقليم مصر ده بيتحدد مني. ايه المقصود بيه اصلا? بيقول لك ان الاقليم الفعلي للدولة ليه تلات حاجات. اول حاجة الاقليم الارضي اللي هي الارض اللي احنا بنمشي عليها. تاني حاجة اللي هي الماء. تالت حاجة اللي هو الجو. اي حاجة غير غير ارضية. تمام? يشمل الاقليم الارضي ارض الدولة للتي تعيناها كحدود سياسية لها وكل ما تحت هذه الارض. يعني الدولة مصر مسلا لها حدود. الحدود دي الاقليم الارضي بتاعها. تمام? حتى لو تحت الارض برضو ده من اقليم الارضي بتاع الدولة. تمام? كده دي اول حاجة. نزبطها بس كده. ماشي. ماشي. من طبقات المتمددة حتى مركز الارض. ويشمل الاقليم المائي المساحات المائية التي تقع داخل حدود الدولة. من انهار وبحيرات ومواني وخلجان والبحارات الاقليمية للدولة. وتخضع الجرائم الوقع علامات تعالى خلاص نخلص الحتة دي الاول. بيقول لك احنا عرفنا الارض اي حاجة فيها يابس والكلام ده تبقى ايه اقليم ارضي للدولة تمام? ده بتشملها الحدود يعني خلي بالك في حدود سياسية موجودة. الحدود السياسية دي للاقليم بتاع دولة مصر كله. الارض وتحت الارض. اما الاقليم المائي يا جماعة ده بيقول لك اي حاجة من بحيرات ومواني وخلجان والبحار الاقليمية للدولة. تمام عرفنا الكلام ده. اتكز بقى في الحتة دي لان احنا هندخل في كلام بقى مهم هندخل بقى في كل ده اكتحبيش كده في الاول يا جماعة بنعرف ايه مقدمة المادة. لكن دلوقتي بقى هنخش بقى فيه الكلام والحاجات اللي ممكن تفيدك بجد. واعلم علامات على حاجات مهمة لازم تعرفها. حل? تغضع الجرائم الواقع. علامات سفينة مصرية في المياه الاقليمية. سفينة مصرية في المياه الاقليمية المصرية. الاتنين متشابهين. ده كده هيلجأ يا جماعة للقانون العقوبات المصري. عايزين نعرف ده سيد. عايزين نعرف لو في دولة تانية ارسلت سفينة. امت القانون الجناء بتاعنا يتطبع عليها? وامت القانون الجناء بتاعها يتطبع عليها? هنعرف الحالتين. اول حاجة بيقولك لو في سفينة مصرية عدت في اقليم مصري بحري هنا هيطبع عليها القانون العقوبات المصري. ده عارفينه سهل جدا. تعال بقى نعرف الجرائم التي تقع على متن سفينة اجنبية. يعني غير مصرية. في المياه الاقليمية المصرية. لو كده جنا نقول مثال. ان في سفينة اجنبية عدت في الاقليم المصري وعملت مثلا جريم يتأكل. هل هيطبق عليها قانون العقوبات المصري? ام يطبق عليها قانون دولتها? هنعرف دلوقتي. تخضع لقانون علم السفينة. اما الاقليم الجوي هنعرف ايه علم السفينة والكلام ده? هناخده بالتفصيل الكلام ده ما تقلقوش. هنعرف امتى الاجنبية تتحاسب بقانون العقوبات المصري? وامتى تتحاسب بقانون العقوبات تبع دولتها. تمام? اما بقى الاقليم الجوي يا جماعة هو يشمل طبقات الهواء التي تعلو الاقليمين الارضي والمائي. اللي هو الهواء ايدي حاجة في الجوة جماعة? مالهاش دعوة بالارضي والمائي? خلاص كده خلصنا. كده خدنا ايه المقصود بالاقليم? وعرفنا الاقليم والحدود ده ارضي. ولو سفينة مصرية عدت في اقليم مصري مياه اقلومية مصرية. المياه الاقلومية المصرية هيطبع عليها قانون العقوبات المصرية. اما لو اجنبية في مياه اقلومية مصرية تقضع لقانون علم السفينة. يعني هيطبق عليها قانون بتاع دولتها. في استثناءات بقى وحوارات هنقولها دلوقتي. نركز بقى في الكلام ده كويس. الاقليم الحكمي للدولة. فطبقا لعرف تعتبر السفن والطائرات والمقارة الدبلوماسية امتداد للاقليم الدولة. يعني بيقولك ان اي سفن او طائرات دي بتكون لمقارة دبلوماسية امتدادا لاقليم الدولة. فهيطبق عليها قانون دولتها. تعالي بقى نعرف اللي استثناء. اول حاجة السفن. يعني الكلام كله على ايه? مناش دعو بالارض. اي حاجة هتم على الاقليم الارضي للدولة. هيطبق عليها على طول قانون العقوبات المصرية. ما ما حصل بقى. اعمل انت عايزينه. هيطبق القانون العقوبات المصرية على الاقليم ايه الارضي? اما الماء والجوي دول اللي هيديهم الكلام. هنعرف فقى امتى يطبق عليهم قانون دولتهم? وامتى يطبق قانون العقوبات المصرية? كل ده هنقوله مسال على قانون على مصر. تمام? المسال والكلام ده كله هيبقى على مصر. حل? اول حاجة السفن. يفرق هنا بين السفن الحربية العامة والسفن التجارية الخاصة. ركز في الكلام ده كويس. بيقول لك هنا اهم حاجة في السفن. ان احنا هنفرق ما بين حاجتين. فيه حاجة اسمها سفن حربية وفيه حاجة اسمها سفن خاصة تجارية جماعة اللي بتنقل اه تجارة ما بين دولتين. حل? هنا امتى بقى اي جريمة هتقع على السفن الحربية الموجودة في المياه الاوكلومية للدولة القانون دولة للعالم. يعني ايه الكلام ده جماعة? يعني بيقول لك اي سفينة حربية ركز بقى في الكلام كويس دخلنا على النقط اللي مهمة جدا. دلوقتي بيقول لك اي سفينة اجنبية حربية ركز كويس في الحتة دي لو جات لك اخطر اي تشوف كلمة حربية كده? ما ينفعش. هيطبق قانون العالم بتاع الدولة على طول. قانون الدولة اللي جاي منها قانون العالم معناها الدولة اللي جاي منها. تمام? اي تسمع كلمة حربية بس سفن حربية تحط على طول ان هتبقى من قانون دولة العالم مش من قانون العقوبات المصرية. تمام? ركز بقى في الحتة دي بيقول لك اي سفينة حربية? هتعدي عندنا يعني هنقول مثال سفينة حربية فرنسية. ماشيت مسلا في مصر سفينة حربية ماشي في مصر. في مياه الاقليمية لمصر. تمام? وحصل جانيمة قتل مسلا عليها. هل هيطبق قانون العقوبات المصرية ام يطبق قانون العالم? لا هيطبق قانون العقوبات للعالم. اللي هي دولة فرنسا. هيطبق قانون فرنسا. ما ينفعش تتدخل في شؤون السفينة الحربية. لان دي يا جماعة اعتبر السفينة دي تبع دولتها امتداد ليها. فانت لو جيت تطبق عليها قانونك كده انت تتعدى على سيارة الدولة الاخرى. يا جماعة ركز في الحتة دي كويس. او لما يقول لك سفينة حربية في اي مياه يا جماعة بيطبق علم السفينة دي. ما يطبقش اي قانون تاني. عشان ممكن يلغبطك بكلام تاني. خلاص. وليس لقانون المياه الاقليمية. والسفينة العامة تأخذ حكم الحربية. تمام? اي لو ممكن يقول لك سفينة عامة او ممكن يقول لك سفينة حربية. خلاص اه اما بقى السفينة التجارية او الخاصة. تخضع الجرائم التي تقع على متن السفينة التجارية او الخاصة موجودة في المياه الاقليمية للدولة اخرى القانون العالم فيما عدا حالات الاستثنائية. اك اسف الكلام ده كويس. خلاص عرفنا السفينة الحربية. تعال نعرف السفينة الخاصة او التجارية. بيقول لك السفينة الخاصة او التجارية ده بيطبق عليها برضو قانون العلم. تم ايه يا سيد الفرق? ما انت بتقول الحربية يطبق قانون العلم اللي هي الدولة اللي جاية منها. ما انت بتقول لي برضه هو دلوقتي ان بتطبق عليها القانون العلم برضو في التجارية او الخاصة. لا يا حبيبي في استثناءات. تعال نشوف الاستثناءات دي لان الاستثناءات دي اللي هتفرق. لازم يكون فيه استثناء من دول علشان يطبق قانون العقوبات المصرية. اما خلاف كده يطبق قانون العلم للسفينة اللي جاية منها. خلاص? تعال بقى انا الحالات الاستثنائية دي. اول حالة استثنائية. ننتأكد بس ان الكلام كله واضح تمام. اول سفينة اول حاجة استثنائية. تجاوز اثار الجريمة حدود السفينة كما لو وقعت الجريمة على شخص من غير طاقم السفينة او ركبها. يعني ايه يا جماعة? يعني بيقول لك لو حدود الجرائم اللي حصلت في السفينة دي تعدت الحدود. يعني يا جماعة مسلا حصل جريمة قتل في السفينة. حلو? بعد اما حصل جريمة الاتل مش هتبق قلاص عليه قانون العجابات المصرية لحد دلوقتي. لو بقى طلع الراجل ده وقعد يضرب نار في اي حتة تانية ملاش دعوة. كده تعدت حدود السفينة. فهنا يطبق قانون العقوبات المصرية. تاني حاجة مساس الجريمة بسلامة امن الدولة او امن مينها. لو حصل اي حاجة بتمس سلامة الدولة برضو هيطبق قانون العقوبات المصرية. يعني يا جماعة في الخلاصة في الاستثنائين دول ما تطلعيش بره مركبتك. اي جريمة عا تحصل تحصل دول مركبة. انا مليش دعم الحوار ده. تمام? تالت حاجة. طلب ريان السفينة او كونسل الدولة التي تحمل السفينة. علمها مساعدة السلطات المحلية. يعني يا جماعة بيقولك لو كونسل السفينة او الشخص اللي بيكون السفينة او مالك السفينة. طلب المساعدة. فهنا بيطبق قانون العقوبات المصرية. لازم هو يطلب. تمام? هقولكو امثلة عا الكلام ده كله الاربع استثنائيات عشان تعرفوا الحوار ده كويس. تمام? رابع حاجة. ضرورة مكافحة الاتجار غير مشروع في المخدرات. يعني ما لاقيه السفينة بتعديل المخدرات. واقول دي سفينة العالم فمش عاقبها. ما فيش الكلام ده يا حبيبتي. سفينة لو سفينة بتغرب مخدرات اكيد ده حالة استثنائية يطبق قانون العقوبات المصرية. يعني هنقول مسال على كل واحدة. اول حاجة اللي هي ان قلنا تجاوز اثار الجريمة قلنا عليها مسال. مساس الجريمة بسلامة الدولة ان انت مسلا تضرب طلق على المينة والكلام ده كده انت حددت حدود المركبة. تالت حاجة ان ريان السفينة مش قادر يسيطر على الجريمة في السفينة بتاعته او الكنسل. فطلب من المصريين فالمصري هيطلع بالقانون العقوبات المصرية ويطبق علي القانون بتاعنا. تمام? ربي حاجة ان ما شفش سفينة مخدرات عد معدية واقول دي تبع علم الدولة فما ينفعش اتعد عليها وطبق قانون العقوبات المصري مفيش الكلام ده يطبق عليها قانون العقوبات المصرية. الطائرات خلصنا السفن عرفنا ان اي حاجة فيها كلمة سفن حربية على طول قانون علم الدولة. اما لو في اه او لو خاصة او الاصل. انه اه لاصل هو انه بيطبق قانون العلم. اما الاستثناءات اربعة. تمام? يعني في الاصل يا جماعة في الحالتين بيطبق قانون العلم للدولة. تمام? اما في حالات استثنائية في التجارية. اما الحربية مفيش اي استثناءات. ما انفعش يا بابا اتقرب من الحربية خلص. تمام? تمام. اه الطائرات. ونفرق ايضا بين الطائرات الحربية والتجارية في عندنا طائرات حربية وطائرات تجارية اول حاجة الطائرات الحربية تعتبر امتداد حكم لاقليم الدولة التي ترفع علامها وبالتالي تغضع المركبة عليها القانون بتاعها وما حكم هذه الدولة دولة العالم ايا كان موقع الطائرة واقتر ارتكاب الجريمة يعني بيقولك برضو دي عامل شباسة فينا الحربية يطبق قانون علام الدولة ملاش دعوية فين ولا اي حاجة بيطبق قانون دولتها قانون دولة العالم تمام اما بقى الطائرات التجارية فالاصل خضوع الجرائم التي تقع عليها برضو القانون العالم زي الصفن برضو في استثناءات الاستثناءات دي بعض القيود التي تمنح الاختصاص لدولة الاقليم الجوي وليس لدولة جنسية الطائرة زي الصفن بالزبط هنحط الصفن زي الطائرات بس تعرف الاستثناءات هنا والاستثناءات هنا تمام تعالى نعرف الاستثناءات اول حاجة اذا تجاوزت اثار الجريمة حدود الطائرة. نفس السفينة لو انت في التجارية خلي بالك. اما الطائرات الحربية قلنا على طول العالم ما ينفعش تدخل على اي سفينة حربية او اي طائرة حربية. تمام. اول حاجة اذا تجاوزت كثار الجريمة حدود الطائرة. لو حصل اما وان حدود الطائرة برضو. الجريمة مسلا بتضرب الطائرة على الارض وكلام ده بتضرب على المصريين او كلام ده فكده تعدد الحدود او مسلا راموا حاجات على على الارض وكلام ده دي الجريمة عدد حدود الطيارة فهنا بيطبق قانون لمصري الجاني او المجني عليها مصريا ركز بقى في الحتة دي لان دي مهمة جدا جدا جدا. امتى بيطبق قانون لحكوبات المصرية? قلنا في السفينة جماعة ما ذكرناش حتة الجنسية دي خالص. ان ما احنا قلنا في الاستثناءات في السفينة ركز في حتة دي كويس. ما قلناش الجاني او المجني عليه مصريا. في الطائرة عكسي كده. في الطائرة لو الجاني او المجني عليه مصري يطبق قانون العقوبات المصرية. ركز في الحتة دي. الحتة دي مش موجودة في السفن بس موجودة في طائرات. ان الجاني او المجني عليه لو جنسيته مصري يطبق قانون العقوبات المصرية. هبطت الطيارة. في الاقليم المصري بعد ارتكاب الجريمة. لو هبطت الطيارة في الاقليم المصري كده يعتبر هي بتطلب النجاة من الاقليم المصري فكده هتطبق عليه قرن العقوبات المصرية. تلات استثناءات في الطائرات واربع استثناءات في السفن. تمام. خلصنا الحتة دي. تمام. تعال نخشه على بعد. ثالثا المقر التمثيلية للدولة. عندنا المقرات التمثيلية للدولة اللي بتمثل الدول. تلات حاجات. سفرات. قنصليات. مفاوضات. تمام? اول حاجة. يقضي العرف الدولي والمعاهدات الدولية بحصنات دبلوماسية لمثل هذه الاماكن. وهي تعني استبعاد الجرائم الواقعة في هذه الاماكن. من نتاق قانون الاقليم ومحاكمته. يعني ده بر الدولة. يعتبر يا جماعة الحصانة دبلوماسية وهنعرف كلام ده كله في القانون الدولي اللي احنا ناخدوه. في الحاجات دي يا جماعة في حصانة دبلوماسية على اي حاجة لمثلا كونسولية الحتة بتاعت الفيلا بتاعت الكنسولية وكلام ده الدبلوماسية وكلام ده بتاعت الدولة دي بتكون يا جماعة الاماكن دي ما لناش دعا بها بتخرج من نتاقنا خالص. ويعني هذا انها تقضع لقانون دولة السفارة. قانون برضو الدولة اللي جاية منها. او الكنسولية. فمع التسليم بان لمقر الدبلوماسية حصانة تمنع دخول سلطات دولة الاقليم فيها الا باذن. يعني ايه الكلام ده? يعني بيقول لك اي سفارة او كونسولية او مفوضات ما ناشدعوا بيا يا حبيبي دي تبع دولتها. اي حيات ما ينفعش الدولة تخش فيها ولا تفتشها لها حصانات. ما ينفعش يا جماعة دولة تتدخل في اي حاجات من دي وهناعرفها بالتفصيل في القانون الدولي. تمام? دولة الاقليم دولة المقر. بشأن الجرائم الواقعة داخل السفارة ولو كان الجاني عليه اجنابيا من غير رعاية دولة المقر. برضو هيطبق عليه القانون اللي الدولة جاي منها. مفيش استثناءات الحصانات كاملة للسفارات والكلام ده كله. تمام? تعالا بقى نعرف ايه المقصود بمكان وقوع الجريمة? تعتبر الجريمة واقعة في اقليم الدولة في الحالات الاتية. تمام? حالة التالية دي يعتبر يا جماعة ان الجريمة واقعة في اقليم الدولة. اول حاجة. اولا وقوع الجريمة بكامل ركنها المادي على اقليم الدولة. ركز بقى في عندنا جماعة ركن مادي وركن معنوي. ليه الجريمة? حلو? الركن المادي بيتكون من تلات حاجات. اول حاجة ايه? سلوك النتيجة. سلوك النتيجة وما يرتبط بينهما من سلة سببية. تمام? سلوك ونتيجة وما يرتبط عليها تلات حاجات يا جماعة. واحدة يا السلوك والنتيجة وما يرتبط بسلة السببية. معنى ايه السلوك? السلوك مثلا ان انا هقت الواحد. النتيجة ان هو يموت اه علاقة السببية ان انا فعلا كنت عايز اروح اموته. تمام? ده التلات حاجات. الركن المادي للجريمة. فمن يطلق في مصر عيار ناريا على اخر فيوقعه قتيلا. يخضع لقانون العقوبات المصرية. عارفيني الكلام ده? تمام. ثانيا تحقق احد عناصر الركن المادي على اقليم الدولة. ركز بها في الحتة دي لان الحوار ده كبير قوي. تعتبر الجريمة مرتكبة في مصر اذا وقع السلوك المكون لها في الاقليم المصري. ولو حدثت النتيجة في الدولة. يعني بيقول لك ايه? بيقول لك ان اعتبر الجريمة مرتكبة في مصر. اذا وقع السلوك في مصر. ان انا مسلا خلي الديت لواحد سم والسم ده يموته بعد اتناشر ساعة. حلو? المكون لها في الاقليم المصري. ولو حدثت النتيجة ان هو يموت في دولة تانية كمان يعطي لاخر سم زي ما انا قلت لكم تفصيل ايه? يقصد قتله في مصر وهو على وشك سفره السلوك فيسافر المجن عليه ويموت في دولة اخرى اللي هي النتيجة. اول عكس يتناول السم في الخارج ويموت في مصر. ان ما جمع السلوك معناه ان انا عمل سلوك. القتل مسلا بيتقتل في نفس اللحظة. فالسلوك عايجي النتيجة الاول على طول ان هو يموت. او مسلا يروح المستشفى. ده على حسب يبقى النتيجة ما تحققتش. خلاص? بيقول لك ممكن يحصل السلوك في مصر. اللي هو يدي سم الواحد مسا عايز يموته. والسم ده عارف انه اول مسلا بعد اتناشر ساعة اللي هو بعد ما يوصل دولة فرنسا. السم ده يموته. يبقى السلوك كان في مصر. والنتيجة في دولة اخرى. ايه اللي يحصل هنا? بيقول لك لو تحقق السلوك والنتيجة في خارج مصر وصلت السبابية تحققت في مصر. فكان يرسل شخص في اليونان طرد متفجر الى شخص اخر في مصر. في انفجر الطرد الى الاقليم المصري. ويسافر المجني يعني هو جماعة السلوك انه بعد طرد في في اه متفجرات. حلو. والطرد ده وصل للاقليم المصري. وحصلت نتيجة هنا في مصر انه هو مات المجني عليه. تمام? الى فرنسا. للعلاج فيموت هناك. وهنا يتعاقد الاختصاص لسلاس دول. اليونان اللي هي دولة السلوك اللي اتبعت منها الطرد بالمتفجرات. ومصر الدولة اللي اتحقق فيها صلة السببية. اللي هي السبب فيه الكلام ده كله. تمام? فرنسا دولة النتيجة اللي تحصل فيها القتل. تمام? هنقول المثال تاني ونفهمه كويس. طرد متفجر الى شخص اخر في مصر. تمام? فينفجر الطرد على الاقليم المصري ويسافر المجني عليه الى فرنسا للعلاج فهيموت هناك. يعني هو كان بيحاول يلحق نفسه في فرنسا فمات هناك. فالنتيجة تحققت هناك. بس سلوة السببية تحققت في مصر. والسلوك حصل في دولة تالتة. يعني تلات دولة يا جماعة. تلات دولة دولة سلوك. مصر دولة سلوك سببية. فرنسا دولة النتيجة. بشي احنا قلنا المادي لها تلات حاجات هنعرف ذا اللي هيحصل. سيليسا نتحقق جزء منها العنصر السلوك. يعني ده خلي بالك. التلات حاجات اللي احنا قلناها دي. اول حاجة انها تقع الجريمة بكافة ركنها ركنها المادي على اقليم الدولة. سلوك او نتيجة او ما يرتبط اه سلة سببية. فهنا هتطبق قانون العقوبات المصري. تاني حاجة ان يقع جزء من السلوك. فبرضو يطبق قانون العقوبات المصري لو لو الجاني ده جاء عندنا الدولة هنا. تمام? هيعقبه. يعني حسب الدولة اللي هتمسكوا يا جماعة هي اللي هتعقبه. تمام? تحقق جزء من عنصر السلوك في اقليم الدولة. فيكفي وقوع السلوك في جزء منه في اقليم الدولة. ولو تحقق باقي السلوك في دولة اخرى. فدفع جزء من مبلغ الرشوة في مصر. يكفي الاعتبار الجريمة وقعت في مصر. تمام? فيطبق عليه قانون العقوبات المصرية. ايه اما عنصر جزء من عنصر السلوك او جزء واحد اللي هو السلوك او السبب او النتيجة. او التلاتة مع بعض على طول. خلاص? عرفنا التلات اركان والكلام ده كله. تمام? خلاص. تعال بانشوف شريكا فيها. وبعنى ذلك خدوع الجريمة لقانون العقوبات المصري رغم ان فاعلها او الشريك فيها موجود في الخارج. الشريك يا جماعة او الفاعل الشخص الفاعل موجود في الخارج. فالعبرة بمكان وقوع الجريمة بصرف النظر عن مجاد وتواجد الفاعل او الشريك. مانيش دعوة ان هو قاعد فينه الكلام ده كله. اهم حاجة بالنسبة لنا مكان وقوع الجريمة. سواء مصريا او اجنبية. تمام? خامسا البدء في تنفيذ فعل مكون للجريمة الشروع على اقليم الدولة. يكفي لانعقاد اختصاص اه قانون ومحاكم هذه الدولة رغم عدم تحقق النتيجة بسبب لا دخل للارادة الجانبها. كأن مثلا يعطي شخصا في مصر سما للاخر على وشك السفر الى دولة اخرى. فيتم اسعاف المسافر ففي هذه الفرض يخضع من اعطى السم للقانون العقوبات المصري. رغم عدم تحقق النتيجة ما حصلتش النتيجة اللي هو يموت. بوصفه مرتكبا شروع الجريمة قتل شروع في جريمة قتل يعني. تمام? فيطبق برضو قانون العقوبات المصرية. حل. اه مظاهر التوسع في تحديد مكان وقوع الجريمة. انت ده بصوا جماعة. خلاص احنا خلصنا الاوكلومية وعرفنا حالتها والاركان وامتى يطبق عليه قانون العقوبات المصري والكلام ده. تعالى نعرف مظاهر التوسع في تحديد مكان وقوع الجريمة. في مجال الجرائم المركبة. وهي الجرائم التي يتكونها يتكون ركنها المادي من اكثر من فعل. كجريمة النصب. والتي تتطلب وسائل احتيالية ثم الاستيلاء على المال المجني عليه. في جرائم عندنا نوعين من الجرائم. جرائم مركبة وجرائم مستمرة. الجرائم المركبة ديها مسلا زي يا جماعة النصب. بتشمل كزا حاجة علشان نطبق الجريمة دي. زي جريمة النصب. عندنا حاجتين عشان نطبقها. اللي هي الوسيلة الاحتيالية. ثم الاستيلاء على المال. ان احنا اول حاجة. نستعمل وسائل الاحتيالية. ان احنا نقول لك مسلا البدة جامد والبدة تابعي ومش عادل فيها استعمل عليك الوسائل الاحتيالية. ثم ان استولي على مانك. كده جرائم المركبة من حاجتين. وممكن ان تتركب الوسائل الاحتيالية في دولة والاستيلاء على اموال المجني عليه في دولة اخرى. ان انا عمل وسائل احتيالية في دولة. واستولي على اموالك في دولة اخرى. فتعتبر جريمة النصب وقعت في تلك الدولة لمجرد استعمال الوسائل الاحتيالية بها. وجريمة اصدار شيك بدون رصيد فاصدار الشيك على اقليم. وقد يكون البنك المسحوب عليه في دولة اخرى. خلاص دي الجرائم المركبة. تعال نعرف الجرائم المستمرة. وهي التي يتطلب السلوك في ركنها المادية فترة زمانية. كحيازة المقدرات. اخفاء اشياء مسروقة. تمام? اه حيازة سلاح بدون ترخيص. تركز بقى في الكلام ده. لان هفصل لك ما بين الجرائم المركبة والمستمرة على طول. المركبة دي يا جماعة ممكن تحصل في فترة دي بتحصل في فترة زمانية قصيرة. يعني ليها فترة معينة وتخلص. اما الجرائم المستمرة دي جرائم بيبقى مسلا سنين او شهور كتير. تمام? مسلا زحيازة مقدرات دي جرائم مستمرة. اخفاء اشياء مسروقة. ان انا بظل اخفي الاشياء المسروقة دي. فبتعد وقت عندي. فكده بخفي اشياء مصروقة جرائم مستمرة بتستمر معايا. حيازة سلاح بدون ترخيص برضو دي من الجرائم المستمرة. وتعتبر الجرائم الجريمة المستمرة واقع على اقليم الدولة الذي تحققت على هذه الاقليم. تمام? حالة الاستمرار. تلاتة في مجال جرائم الاعتياد. وهي الجرائم التي لا يكتمل وصفها القانوني الا اذا وقع السلوك المكون لها مرتين او اكثر. يعني جرائم يا جماعة خلاص عرفنا الجرائم المركبة وعرفنا الجرائم الجرائم المركبة اللي بتكون اكتر من حاجة مسلا زي ان انا انصب على واحد فيبقى في حاجتين وسائل احتيالية وان انا بعد كده استولي على ماله. كزا حاجة كزا حاجة مع بعض عشان احقق الجريمة واحدة. تمام? وقلنا الجرائم المستمرة ان بيبقى فيها وقت مسلا زي حيازة سلاح بظل زي حياز سلاح. وكده دي جريمة بيبقى فيها مستمر بستمر في الجريمة دي. تمام? اما بقى جرائم الاعتياد دي جرائم لو اعتدت عليها مرتين او اكتر مش بتحسب عليها من اول مرة. بتتحسب عليها من مرتين او اكتر. زي مسلا جرائم اللبة او الدعارة. لو انت مسلا للدولة في الدولة. اه عملت ريبة اكتر من سبعة في المية يا جماعة النسبة المائية للربح. ان انت مسلا اديت له واحد مبلغ وقلت له هترجعولي بنسبة. فالفائدة اعلى نسبة حطها الدولة سبعة في المية. لو حد علا عن سبعة في المية فده يعتبر جرائم ريبة. فما بيعقبش عليها في قانون الجناء المصري من اول مرة. بيطبق عليها من مرتين او تلاتة. دي اسمها جرائم الاعتيادة عشان انت بتعتاد على عملها مرتين او اكتر. تمام? فيطبق عليك القانون بعد ايه? بعد ما تعمل الكلام ده. وتعتبر كل دولة واقع على اقليمها احدى هذه الافعال مختصة بملحقاتها. تمام? الجرائم الوقتية والاخيرة اللي هي جماعة جرائم بتقلص على طول. زي جرائم القصف والسبة عن طريق النشر. ان انا اكتب لك مسلا او الفيسبوك او الكلام ده. ووزعت الصحيفة على اقليم دولة اخرى فتقتص الدولة التي وقع فيها السب والقصف. او اللي نشر فيها الصحيفة هنا ايضا تنازع ايجابي للاختصاص. يعني الدولة هي اللي هتقتصب الكلام ده كله. خلاص? جرائم وقتية سهلة يا جماعة? اربعة جرائم سهلين جدا. اعتياد بعتاد عليها مرة مرتين واكتر. كده بيتعاقب عليها. لكن من مرة واحدة ما بتعاقبش عليها. تمام? جرائم وقتية بتخلص على طول في وقته قليل جدا زي القصف والسب الكلام ده كله. تمام? قاتل واحد على طول فدي جرائم وقتية. اما جرائم مستمرة دي جرائم بتبقى محتاجة. وقت مسلا زي حيازة مقدرات سلاح بحط بظل بعمل الجريمة دي الوقت كبير. تمام? عندنا رابح حاجة الاخيرة اللي هي الجرائم المركبة انها بستعمل اكتر من حاجة علشان احقق جريمة واحدة مسلا زي جريمة النصب. تمام? الاستثناءات الواردة على مبدأ الاقليمية. الحصانات النيابية المقررة لاعضاء السلطة التشريعية. يتمتع عضاء السلطة التشريعية بحصانة تمنع من خضوعهم لقانون العقوبات المصري الوطني. فيما يصدر عنها من جرائم قولية او كتابية. يعني ايه الكلام ده? بيقول لك ان في السلطة في واردة على مبدأ الاقليمية. في ناس ما بيطبقش عليها مبدأ الاقليمية. الناس دي طيب يا سيد. الناس دي بيقول لك اول حاجة النيابية المقررة المقررة لسلطة التشريعية. السلطة التشريعية اللي هو البرلمان يا جماعة. ده عندهم حصنات. ايه الحصنات دي? من اول الحصنات ان انت لو حد شتم او كتب حاجة او علق بحاجة ده ما بيطبقش عليه قانون العقوبات المصري. زي جريمة سب وقصف ان هم يشتموا بعض عادي في البرلمان جوه ما حدش يقدر عليه يرفع عليه. دعوة سب وقصف الكلام ده او بلغ كاذب. تمام? وتتسم الحصانة اه النيابية بسمتين. اول حاجة اول سمة انها حصانة لصيقة بالنائب. فيتمتع بها طوال فترة نيابته. اما اذا فقد هذه الصفة زالت الحصانة وتحركت الدعوة الجنائية ضده. في جرائم اخرى كالضرب والسرقة. ولكن بعد اخذ اذن من السلطة التشريعية لتحريك الدعوة ضده. يعني ايه الكلام ده. بيقول لك ان خلاص احنا قلنا عنده حصانة. امتى يعتبر تتسم الحصانة دي النيابية بسمتين? اول حاجة ان هي لصيقة بالنائب. يعني لازم يكون يا جماعة الراجل ده بيشتغل. لازم ياخد يتخذ الصفة ده. لو ساب الصفة دي على طول بتنتهي عنه الحصانة. دي حاجة معروفة. بيقول لك بقى ان تتحرك الدعوة الجنائية في جرائم اخرى كالضربة او السرقة. بس لازم ياخدوا اذن من السلطة التشريعية اللي هو البرلمان عشان تحرك ضده هذه الدعوة. الثانية ان نطاق الحصانة يتحدد بما بما يبديه من اراء. واقوال شفاها او كتابة تحت قبة البرلمان. اما اقواله الخارجية البرلمان فلا يغطيها الحصانة. يعني انت تشتب وتعمل انت عايز جوه البرلمان. هتخرج بقى لبرلمان ما تشتمش ولا تعمل اي حاجة يقدر يطبع عليه القرن العقوبات المصرية او لما تخرج من البرلمان. تمام? هنخلص الحصانات ونوقف النهاردة علشان انا لسه بادئ ولسه الحوار ايه بقى لي كتير ما شرحتش اجدعان ولا الكلام ده كله. فحسيت انها بدأت اصدع لان اول مرة وكده. يعني بعد تريحة طويلة. فعايز ايه? احاول استعيد الكلام ده. واحاول بجد اشرح على قد ما اقدر لحد بصة ما نام حتى. لان بجد ممكن ما نلحقش اي حاجة حتى في المراجعات ما اقدرش اقول لكم ان احنا نقدر نلحق المنج زيتين من اللي فات حتى. فاهميني? فربنا يسطر. فخلاص قلنا دي تاني حاجة اللي هي حصانة رؤساء الدول الاجنبية. بيقول لك يتمتع رؤساء الدولة الاجنبية بحصانة تتمتع تمنع من خضوع لاحكام القانون العقوبات المصري في البلدان التي يتواجدون فيها. ولو وقع منها منهم ما يشكل يشكل جريمة ويتمتعون بالحصانة سواء في زيارة رسمية او في او خاصة. وتمتد الى اعضاء الوفدة الذي يرفقه افراد عائلته المقربين. يعني ايه الكلام ده? بيقول لك في رؤساء الدولة الاجنبية. رؤساء الدولة الاجنبية في البلدان التي يتواجدون فيها. ده بيعندهم حصانة جماعة وبتمتد العائلته المقربة. تمام? آآ الحصانة دبلوماسية. لا يا جماعة انا فصلت بجد. هنقف لحد هنا النهاردة. تمام? آآ ان شاء الله هحاول في الفيديو بكرة اخلص الورقة ده. عشان نبدأ خدنا جزء كويس من الجنائي. هنعمل كلقات عشان الناس بتسأل على الخطة اللي هنعملها. آآ هحاول ننزل فيديوهات على قد ما اقدر ما اقومش ننزل كل يوم. دي اول حاجة. تاني حاجة ولو ننزل فيديوهات هتنزل بالليل. يعني ما فيش حاجة تنزل الصبح. تمام? عشان تعمل حسابك. لو هتنام وتصحى بكرة تسعة صبح تتذكر الفيديوهات. تمام? المذاكرة محتاجة فهم اكتر وتحط نقط على الحاجات المهمة لان النقط هي اللي مهمة جدا. آآ ايه الفرق من ده وده? ام تقع في دي وما اعاش في دي? ايه الاصل? ايه الاسسناء? الكلام ده كله ده اللي هيفيدك في الامتحان ده كويس. تمام? مهود التلمي ده صعبة جماعة. عشان انا بقول الصراحة في كل حاجة عشان الناس تشد حيلة وتاخد بالها من نفسها. المهود مسهلة. المهود صعبة. بالذات اه انا بالنسبة لي انا التاريخ. لان اصلا ما بحبش حاجة فيها حافز اجامد. بس هي مادة مش وحشة قوي يعني بس هي صعبة بالنسبة اللي شفت فيها الجنائي حلوة بس محتاجة تركز على نقط وفيها كلام كتير شوية. قانون دولي فيها جزء جزء سهل جزء صعب. اه مش صعب قوي كمان يعني حلو. الاجنبية لسه والله ما بدأتش فيها حتى. اه يعني لسه جدعان بزبط حول احاول ازبط الدنيا. مادة الاجنبية صح? انا على ما اعتقد مش هشرح المادة الاجنبية اللي هي الانجليزي. لان انا اصلا في اللي بتاعها مش حلو. ما عارفش اتكلم انجليزي. يعني انا بعرف اتكلم انجليزي بس انا اللي بتاعني مش حلو خلص. مش هقدر اشرحها لكم حتى. تمام? فانا مش هشرح انجليزي. هشرح الاربع مريض. هحاول اخلص اكبر جزء منهم وهحاول اسعادكم فيه. تمام? وانتوا ساعدوني بان انتوا ايه? يعني ما مش هقول لك اعمل لايكات وراء الكلام ده مش فرقة معي اصلا اعملها شرح ده للمساعدة بس. اه بس انت لو في حد تقدر تساعده بالكلام ده ساعده. ودعاكم لي ربنا يسهل احاول ازبط لكم الحور ده. ادعو لي بس بحاجة كويسة. انا مش عايز غير الدعوة اصلا الكلام ده كله والله العظيم. ما هميمني في اي حاجة. ايه علم ربنا ان انا ما هميمني فيه فلوس ولا اي حاجة. ولو عملت عليه اللي انت اصلا يعني بالورق بفلوس الورق يعني بلا هدف يعني. خلاص كده احنا خلصنا جزء النهاردة. اسف لو طولت عليكم في الكلام بس اخدوا بقى لكم جد من نفسيكم الايام دي. لازم تذكروا ولا تحط في دماغك تأجيل ولا الكلام ده كله. لان ده مش هيفي لك في حاجة. تمام? لازم تركز في ان انت خلاص الامتحان بقى له كم يوم جده نزل. فيش اي وسيلة لتتهرب. تمام? حطش في بالك ان انت تشيل مادة او اتنين. حط في بالك ان انت تعدي الصوفية. حتى لو شلت في الترمي الاول حاول تعديها في الترمي التاني. تمام? وربنا سهيل لنا كلنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.